بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها السادة المشاهدون الكرام السيدات المشاهدات النبيلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حقيقة خصائص الأخلاق الإسلامية كثيرة جدا والوقت ينفلت من بين أيدينا وتوقفنا في الحلقة الماضية عند قصة ذلك الفتاة الذي رباه خاله على الرقابة الإلهية وعلى أن الله سبحانه وتعالى موجود لم ينفذ هذا الفتاة ما أمر به الشيخ كما رأينا في الحصة الماضية لم ينفذ ما أمره به الشيخ لماذا؟ لماذا يا تراء؟ لنستمع للفتاة بماذا يجيب يا فتاة لماذا لم تذبح كما أمرك الشيخ؟ لماذا عدت وطائرك ما زال حيا ومدية في يدك وزملائك وإخوانك قد ذبحوا ونفذوا أمر شيخهم فلماذا أنت لم تنفذ؟ قال تأطى رأسه وطرق بصره إلى الأرض وقال يا شيخ لقد اشترطت علينا شرطا أهاما جدا أن تدب إلى مكان لا تحس بأحد ولا يراك أحد وليس معك أحد فأنا وقت ما اختبأت في مكان وأردت أن أشرع في الدبح فإذا بشيء في داخل يقول الله شهد علي الله ناظر إلي الله معي فعرفت أني لست وحدي فلم يكن الشرط فلما غاب الشرط غاب المشروط وبالتالي لم أستطع الدبح فعدت قال الشيخ للأباء هذا الذي قلت عنه إن أمره عجيب فعلا أمره عجيب لأنه منذ صغره يستشعل رقابة الله عز وجل أيها الأخوة الكرام هل أنتم معي فلو علمنا أبناءنا هذه الرقابة أن نحتاج لشيء آخر في تربيتهم والله لا نحتاج لأي أمر لأنهم سوف يبتعدون عن كل شر لأنهم يحسون رقابة الله وسوف يأتون كل خير لأنهم يعلمون أن الله معهم وأنه ينظر إليهم وهو معكم أينما كنتم المعية الإلهية حينما يحس الواحد منها بأن الله معه سوف يحسن حينما يحس الواحد منها بأن الله معه سوف يتقن حينما يحتاج ويحس أن الله معه سوف يتعفف وسوف يغتني بكون الله معه فالله معنا وهو معكم أينما كنتم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته في غار ثور حينما دخل وأبو بكر قال له أبو بكر والله لو رأوا عند أقدامي لرأونا ولمحونا قال يا أبا بكر ما بالك بإثنين الله ثالثهما فما دام الله معهم فلم يخافوا شيئا وهو معكم أينما كنتم الخاصية الحادي عشراء أيها الأخوة الكرام الرقابة الدينية والرقابة الدينية كما قلت في الإسلام هي رقابة ذاتية ينبغي أن تنطلق من الداخل في المقام الأول فلا تحتاج إلى أي أحد كي ينبهك لأنك تعرف أن الله معك وأنك محاسب وأنك مسؤول وأنك ستجاز على فعلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهي رقابة أخرى نابعة من التربية الإسلامية الصحيحة كما رب هذا الخال ابنه وتنبع من إيقاظ الضمير من إيقاظ الضمير في نفوسنا فضمائرنا نائمة إن لم تكن ميتة علينا أن نقضها من جديد ونستشعر الرقابة فنحسن في تصرفاتنا إذا كان المسلم أيها المشاهدين الكرام إذا كان يعلم أن الله معه وفعلا هو معنا هناك المعية العامة وهناك المعية الخاصة ومع الناس جميعا المؤمن ولكن هناك معية خاصة إن الله لمع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين وغيرهم وأنه سبحانه وتعالى مطلع على حركاتنا وعلى سكناتنا إذا كان المسلم يعلم أن الله معه ويعلم أن الله مطلع على حركاته وعلى سكناته فإنه يكون رقيبا على نفسه وليحتاج إلى رقابة الغير عليه وإلى رقابة أي حد لا يحتاج إلى كاميرا وإلى مراقب وإلى مفتش لأن مفتشه معه ورقيبه معه ويعلم أن الملكان رقيب وعتيد يسجلان عليه كل صغيرة وكل كبيرة كانت قولا أو كانت فعلا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد وهو معكم وأينما كنتم ويقول سبحانه في سورة النساء يعلم في سورة طه يعلم السر وأخفى ويقول سبحانه في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا فإذا قرأ المسلم هذه الآيات من كتابه الله العزيز وعرف معناها فإنه أيها الإخوة الكرام حينئذ يتيقن أنه إذا تمكن من الإفلات من رقابة السلطة فإنه لن يتمكن من الإفلات من رقابة الله عز وجل وهذا في حد ذاته أكبر ضمان لعدم الانحراف والانسياق للأخلاق المدمومة السائق الذي يستشعر رقابة الله والذي يخاف الله لا يسرع إذا رأى السرعة محدودة ولا يتجاوز الخطوط ولا يتجاوز الضوء الأحمر لا يحتاج إلى شرطي وإنما شرطيه بداخله ورقابة داخلية محضة في قلبه الخاصية الثانية عشر من خصائص الأخلاق الإسلامية أن الأخلاق الإسلامية في ديننا في غير الديانات الأخرى ولا الديانات الوضعية ترتبط بالجزاء الدنيوي وترتبط بالجزاء الأخروي معاً فهي لها جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة فأخلاق الإسلام مشاهدي الكرام ترتبط ارتباطاً وطيضاً وثيقاً بالجزاء سواء في الدنيا أو في الآخرة لذا وجد الوعد ووجد الوعيد وجد الترغيب ووجد الترهيب وجد الوعد والوعيد والترهيب والترهيب فالأخيار أيها المشاهدين الكرام الأخيار من الناس جزاؤهم عظيم في الدنيا كما جزاؤهم عظيم في الآخرة ومن ذلك ما أعده الله لهم في الآخرة كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وعظ الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم جزاء دنيوي وجزاء أخروي كذلك عباد الله ما وعدهم الله به في الدنيا من الجزاء العاجل يقول ربنا في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالتقوى لها جزاؤها وثمرتها أن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب رزقا حسنا طيبا مباركا فيه لا جهد فيه ولا شقاء ولا عناء وقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزمر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الدنيا حسنة أرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هؤلاء الأخيار أما الأشرار مستمعية الكرام مشاهدية الكرام أما الأشرار من الناس فقد توعدهم الله عز وجل بوعيده كما في قوله تعالى من سورة الحج فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نسأل الله السلامة والعافية أما جزاؤهم في الدنيا فمثاله قول الله عز وجل في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ماذا فعلت؟ كفرت بأنعم الله فما دفعل الله بها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون كانت آمنة مطمئنة يأتيها الرزق رغدا من كل مكان وتأتيها الأرزاق من كل مكان ولكن هذا الجزاء الدنيوي قابلته بكفران النعمة فكفرت بأنعم الله فانقلبت عليها الكفة فأذاقها الله لباس الجوع بعد أن كانت تأتيها أرزاقها رغدا من كل مكان انقلبت إلى لباس الجوع وإلى الخوف بعد أن كانت آمنة وذلك بما كانوا يصنعون في الدنيا فجزاؤهم في الدنيا الخوف وعدم الأمن ولهم جزاء أخرى وينار جهنم نسأل الله العافية فإن أكثر الحدود إذا تأمن أكثر الحدود التي يعاقب عليها الشرع الإسلامي نجد وجل الكبائر التي يعذب أصحابها في الآخرة بعداب جهنم راجعة كلها إلى سوء الخلق أي حد أخدته تجد أن سببه سوء الخلق أي كبير من الكبائر لا علاقة بسوء الخلق فإذا نحن عباد الله نحينا كبيرة الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا نحينا كبيرة الشرك ونحينا كبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة والإفطار في نهار رمضان وترك الحج مع القدرة ونحينا كبيرة الأمن من مكر الله واليأس من روح الله وجدنا أن الكبائر الأخرى المتبقية تتعلق بالأخلاق السيئة بأخلاقنا السيئة وتكمن فيها وتظهر من خلالها عقوق الوالدين شرب الخمر الزنا وغيرها من هاته الكبائر سببها سوء الأخلاق فمن ساء خلقه عقق والدين ومن ساء خلقه شرب الخمر ومن ساء خلقه زنا وغير ذلك متأهدا تأمن الحدود التي عاقب بها الإسلام المقصرين إحساسا بغيرهم وتأديبا لهم عاقبهم فنجدها قد اهتمت بالعلاقة مع الآخرين وإنك أيها الأخ الكريم المشاهد الكريم لتعجب عندما تطالع مصادر الإسلام فتدرك أن الإسلام يعلن أن دعاء المظلوم الفاجر مستجاب ولو كان كافرا على من ظلمه يقول صلوات الله وسلامه عليه دعوة المظلوم مستجابة وإن كان هذا المظلوم فاجرا يقول صلى الله عليه وسلم ففجوره على نفسه دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا لأن فجوره على نفسه الخاصية الأخيرة من خصائص الأخلاق الإسلامية وهي الخاصية الثالث عشر ألا وهي خاصية الرقي والتقدم بقاء الأمم مشاهدي الكرام خلود الحضارات كل ذلك مبني على مدى على الأخلاق الفاضلة وعلى الأخذ بالفضائل الزاكية الزكية وزوال الأمم هو الآخر وفناء الحضارات الأخرى راجع إلى فساد الأخلاق حيث قلت غير ما مرة أن لكيزتي الحضارة العلم والأخلاق خراب الضمائر غياب الآداب الفاضلة سبب في زوال الأمم سبب في فناء الحضارات يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفه أو ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه إنها أمة التي لا تفعل ذلك أمة ذليلة ضعيفة خاسرة مغلوبة متأخرة فالأخلاق الفاضلة مشاهدي الكرام الأخلاق الفاضلة ترقى بالأمة وتدفع أهلها وتدفع كل من فيها إلى الرقي نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا كي نرقى بأمتنا إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء في حلقات قادمة فضل الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر